الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه من ولاه دباله الليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحلقت اليوم إن شاء الله ديب البيت النبوي ذات التحق حلقات رغم 171 كفال 7 وحتية وكان له صلى الله عليه وسلم في مختلف مراحل حياته 11 امرأة أو 12 امرأة واجتمع من هنا تسعة في آخر حياته أما الاثنتان أو الثلاثة فقد وافتهن الوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم حي وفيما يلي ذكر مجز لهن النبي صلى الله عليه وسلم ديب حياته عصر حتى ست على يا أقلو أو عصر كلاه لكن اولا ثلاث منن ديب حيات النبي صلى الله عليه وسلم تتوفي وده كل زوجاتنا النبي صلى الله عليه وسلم منتن سراحد اللي نذكرنته وحقوها يعني إن شاء الله ديباء ولاده نتعده حتى منن أم المؤمنين أول سيتو النبي صلى الله عليه وسلم لها دياء أم المؤمنين خديجة بنتو خيرد رضي الله عنها تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في سن العربعين وهو ابن خمس وعشرون وجميع أولاده منها صلى الله عليه وسلم سوى إبراهيم ولم يتزوج عليها امرأة أخرى مدة حياتها توفيت بمكة في رمضان سنة عشرة من النبوة ودوفنت بالحجول ولها خمس وستون سنة أم المؤمنين خديجة بن تقويلد رضي الله عنها أول لهدياء النبي صلى الله عليه وسلم من أنسو تاتو أفوا أفوا أول النبي صلى الله عليه وسلم لهدياء من أنسو أول سيت لهدياء لهتاتا خديجة بن تقويلد رضي الله عنه هتاتا وكل الأولاده من نوم تأمبال إبراهيم من ماريا القبطي والنبي صلى الله عليه وسلم دور هدايا عمره أربعين سنة علا أربعة سنة علا وهتو عمره عسرة وحمس علا والسيد بعت هذا دي بحياته انده الليت ودي بمكة توفيت رحمها الله المؤمنين ورضي الله عنها سنة عشرة من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبي عشر سنة انده اللقلو انده الهاجر من مكة دي الهاجر دي بمكة توفيت ودي بالحجون لبولا كان دي ما قروب قل الله حرمت ريام يكونين وأمرت دي بتوفيت الخديجة بنته خويلة أم المؤمنين ودي بتدفنت وعمره يعني خمسة وستين علا أربعين سنة عند انتهديت وخمسة وعشرين سنة خمسة وستين سنة عند انته عمره دي بتوفيت أم المؤمنين رضي الله عنها ولكالأيد أم المؤمنين سوداء بانتزاع معت رضي الله عنها كانت تحت ابن عمها السكران بن عمرو فأسلمها وهاجراء فأسلماء وهاجراء في شوال سنة عشر من النبوة بعد وفاة خديجة بنحو عشر بنحو شهر وتوفيت بالمدينة في شوال سنة أربعة وخمسين لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا لسيت لك الأيد إلا سوداء بانتزاع معا رضي الله عنها إلا ودأبوها هادية على السكران بن عمرو لدبهل أسلماء هتأسلماء وهتأسلماء وسكر الحبشة من المهاجرين علت وحقها أقبلو وخديجة خمسل وفيت النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وديب شوال سنة عشر من النبوة يعني ديب مكة للسع ووفاة لنا وخديجة وفيت بشهر هدايا صلى الله عليه وسلم ومدينة المنورة ذيب شوال سنة أربعة وخمسين هجرية وفيت يعني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بدوح نبراته حقه هو توفيت لا سوداء بنت زعمة أم رسال سيد أم المؤمنين عائشة عائشة بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله عنها عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أحدى عشر من النبوة بعد سوداء بعد سوداء بسنة وهي بنت ستة سنين وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر وهي بنت تسعة سنين ولم يتزوج بكرا قيرها وهي أفقها نساء الأمة وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر التعامي توفيت في سبعتاشر رمضان سنة سبعة وخمسين أو تمانية وخمسين ودفنت بالباقي عايشة المؤمنين رضي الله عنها رسال سيد السيتوتة للنبي صلى الله عليه وسلم وهتأ صديقة بنت الصديق بنت أبي بكرت وديب شوار سنة 11 من النبوة ديب مكة المكرمة أنت النبي صلى الله عليه وسلم حقوى سوداء الهدايات وعمرة لو قد لايستس سنة على وديب شوار بسبوع شهر حقو هاجروا ديب المدينة المنورة ديباء النبي صلى الله عليه وسلم أعتدوا بها ولتسع سنة من أنت وإن باليها بكره هدي كونين النبي صلى الله عليه وسلم لابعدات كلا سيبات على يا لابعدات كلا يعني أنس هدويات على يا أما ببل علي لكن عائشة هتات الوحيدة لبكر العلد وهتهي يعني أفقه نساء الأمة يعني كمسالها فقه العلد أقولوا ديب دين متفقها يعلاني وفضلنا يا كمسالها فضلنا سقاء وقبوز لنا بللط أحماط والحسد ديبانا بريد لابعدتو كمساله وصفيا وفضلها على النساء كفضل الثريدي على سائر الطعام توفيت في سنة سبعة عشر سنة سبعة عشر في يوم سبعة عشر توفيت في يوم سبعة عشر رمضان سنة سبعة وخمسين أو تمانية وخمسين ديب المدينة المنورة ديب البقيع دفنت رضي الله عنها رابع عيد أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رابعة من الساء رابعة هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها كانت تحت خنيس بن حذاف السهمي فتوفي عنها بين بدر وأحد لجرح أصابه في بدر ثم انتغض عليه فيما بعد فلما حلت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة ثلاثة هجرية توفيت بالمدينة المنورة في شعبان سنة خمسة واربئين هجرية ولها ستون سنة ودفنت بالبقاء لم يني المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها إلا أنتو أورو خنيس بن حذافر والسهمين تهدي حالا ومتيني في منقى بدر وأحد إلى فترة ديبا في بدر جرحا في منقى بدر وأحد إلى فترة ديبا لجرح اللي إيتو بسببه توفى والنبي صلى الله عليه وسلم حقه حلت حقه منعدتها خلتت وحقه تحللت النبي صلى الله عليه وسلم حقه فترة ديب سنة ثلاثة هجرية ودرسة للمنورة ودرسة للمنورة توفيت رضي الله عنها ديب شعبان سنة خمسة واربئين هجرية ودرسة لها إمرا ستون سنة على وهتما ديب البقية دفنت مثل الصحابة والصحابيات رضوان الله عليه حام سيد أم المؤمنين زينب بن توق زيمة الهلالية زينب بن توق زيمة الهلالية كانت تحت عبيدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثلاثة هجرية وقيل وكانت تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة أربع هجرية كانت تسمى في الجاهلية بأم المساكين لإطعامها إياهم توفيت في آخر ربيع توفيت في آخر ربيع الآخر سنة أربع هجرية بعد الزواج به صلى الله عليه وسلم بثمانة أشهر أو بنحو ثلاثة أشهر فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالباقيات إلا زينب بن توق زيمة الهلالية أنت عبيدة بن الحارث علت وتيني عمل بدر توافى لتبهل والنبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاثة هجرية هدية لتبهل وكمان أول عبد الله بن جحش هدية على لتبهل وأيوم أحد وفى وحقها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع هجرية هدية وأم المساكين تدبهل على لتبهل على لتبهل المساكين تبلع وتسلت على لت ولسبات الله أني اللقاب له للك نايتها أم المساكين على لت إلا دي بآخر ربيع الآخر سنة أربع هجرية النبي صلى الله عليه وسلم عندها هدية بسمان ورحق أو توفيت أو ثلاث ورحق أو أربع ورحق بل توفيت النبي صلى الله عليه وسلم نوصل صلى ديبا وديبا البقية دفنت لما رحام سيد السادة أو سادة سيد من أمهات المؤمنين من زوكاة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم سلمة هند من تأبي أمية رضي الله عنها كانت تحت أبا سلمة ولو منها أولاد فتوفي عنها في جماد الآخر سنة أربع هجرية فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال سنة أربع هجرية كانت من أفقه النساء وأعقالهن توفيت سنة تسعة وخمسين وقيل سنة اثنين وستين ودوفنت بالبقية ولها أربع وتمانون سنة الله يعني أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حنت أوروء بسلمة لدبها العلد وأتوكم سلوافى منا ولاد على قلة ومن نكمان ولاد على قلة النبي صلى الله عليه وسلم هدايا ديب جماد الآخر سنة أربع هجرية وأيام قال الحودات قال تعرف أن ديالله ديب آخر شوال من شهر سوال هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وهتهي يعني من أفقه النساء عالد برضو قرع عائشة وعاقلت عالد والله يعني سنة تسعة وخمسين وفيت ولد بهل كمان سنة اثنين وستين سلسة وكل أثنين وفيت ولد بهل وديب البقية دفنت عميلا توفيتها لوقيت اللي عمره سمانية وأربعة على أربعة وتمانين سنة تعالى سابعيد نبرة سبعة أم المؤمنين زينب بنت جحش بنيري أب رضي الله عنها وهي ابنة أمية بنت عبد المطالب أمت النبي صلى الله عليه وسلم زوجت بيزيد بن الحارثة بن حارثة فلم يوفق بينهما حتى طلقها زيد وكان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له زيد بن محمد كما تقدم وكان أهل الجاهلية يرون تحريم زوجة المتبني على أبيه المتبني مثل تحريم زوجة الابن الحقيقي فلما انقضت عدة زينب من زيد زوجها الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبعة سماوات وأبطلت تبني وذلك في ذي القاعدة سنة خمسة هجرية وقيل في سنة أربعة هجرية وكانت من أعبد النساء وأعظمهن صدقة توفيت سنة عشرين ولها تلاتة وخمسون سنة وكانت أول أمهات المؤمنين وفاتا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها عمر بن الخطاب ودوفي ند بالبقاء إلا زينب بن جحش بن رئاب أسامة بن زيد علت عماتود قبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من مثل أبوه بابتجيه أبوه لتقرب ابوتة يعني وهي بنت أميه يعني ولد أبوه لتقرب ابوتة لكن عمته مباشر إيكونين قلمي عمته كهوتا قليلت بهالي يعني وهي بنت أميه بنت عبد المنطلب بنت أميه بنت عبد المنطلب وهي محمد بن عبد الله بن عبد المنطلب عمت النبي صلى الله عليه وسلم زوجت بزيد بن حارثة بزيد بن حاسة هدي علا ووفاق في مجيهم يحصلوني كزيد حدقية ولزيد هي يعني زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم بنوية على تلعبية على مصلعلة وحقوا سلامكم سلمطقات تبنيكم سلولا تلبها الأبوني قلل ورس وقلل تورس ويقبئني وشان كدا بدير تبجاهد إنسان لا سيته والدو قلل هداية ألبو لبهالعلا قلكم سلو والدو لأولاد الحقيقي من زلوتو كالرو علو قلل ابو أشكال علا لكن إسلام اللي عبطاليه لتبني والنبي صلى الله عليه وسلم هدايا وأمرنا يا رب العالمين لا سنت الله لتنتهي احتلت سيطة الوحيداتة رب العالمين يعني أمرنا يا رب العالمين لهدايا ولا تبني دي بلا بطراء ودي بسنة خمسة هجرية أو كمان سنة أربعة لتبهال وهتا من ناس لعباد ومن ناس لمصدقات صدقات تهيب ومنفقات لعلت هتاة لأمامي جدبة وسنة عشرين هجرية توفت وعمره لو كد ليت ثلاثة وخمسين على حمسة وثلاثة سنة على وهتا أول أمهات المؤمنين وفاتا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن قطاب صلى دي با ودي با البقية دفنت أدلس أمنيت أم المؤمنين جويريرة بنت الحارث سيدة بني المستلق رضي الله عنها طيب سبيت في قزوة بني المستلق كما بدير بينا دي بسرت اللا دي بسر بتطبطت في شعبان سنة ستة هجرية وقيل سنة خمسة فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أعظم النساء بركة على قومها وتوفيت في ربيع الأول سنة ستة وخمسين هجرية وقيل خمسة وخمسين ولها خمس ونستون سنة اللي هي يعني دي بمعركات تطبطت ودي بسر بتطبطت ومنا أريقات وقد قسموه لغلق نائم ولا أري كلها قسموه لطعبطو من ولاد من أنز من قدام من قلي ومن أموال دي بسهم ناي وروا صحابي ثابت بن قيس فقرت حلكن لا أكان على أقل وكمس الكاتبها النبي صلى الله عليه وسلم استلم على كتاب النناية ولله رب العالمين النبي عطاقيا وحقوها هدايا وإتاء من نا سادات ومن نا اللي ناي لهم بن المصطلق عالت وبس بابا لقدام من نا لنا اسأم لعلو يعني إنسان دي معركات للطباءات لقبر من تون دي معركات للطباءات وغريلا قبي تملكا قداما قبل الأدى اللي تو بدير آآ العلا وآآ آآ أدي يعني بس بابا بس بابا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلّا بقلها دا من نا عدى مئد قبي لهم أعتقوا لله رب العالمين حد قوهم وأكبر السيد بركة العلا تقلها قل عدى حتاتا ولوفاة نا دي بربيع الأول سنة ستة وخمسين هجري علت وللبلوء أو كمان ينس أنت خمسة وخمسين هجري عملا توفيتها عمرها سسة وحمس على خمسة وستين سنة بن ستوفيتها رحمها الله ورضي الله عنها لتأسعيد أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها كانت تحت عبيدة عبيد الله بن جعش كانت تحت عبيد الله بن جعش فولدت له حبيبة فكنيت بها وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر عبيد الله وتوفي مرتدا وثبتت هي على الإسلام فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضميري بكتابه إلى النجاشي أمره أن يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها به النجاشي وأصدقها من عنده أربعمائة دينار وبعثها مع شرحبيل بن حسنة فابتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر في سفر أو ربيع الأول سنة السبعة هجرية توفي السنة الـ 42 هجرية أو 44 هجرية وكان عمرها خمسون عاما الله يعني أم حبيبة رملة بن تابي سفيان لا عبيد الله بن جعش علت و قال لحبيبة لا والدت وابا أم حبيبة تكنيت هجرية إسك الحبشة مثل بي إساء وكانكم سأل بعد حب عبيد الله ارتدى وديبو توفى وقتربي إسلام ديبو أثبتها وسبتت النبي صلى الله عليه وسلم خباراتها معا لأكا ديبا مثل الأوق لكتاب لأكا دبا ديبا أصحما النجاشي لملكنا الحبشة العلا بن الأقدر ديبو الأكايو مثلوا إقل هداية النبي النجاشي يعني هداية أقلوا ولمهرة دفعة وربعمائة دينار وذأقل ومسل اللي شرح أبيل بن حسل العكاية والنبي صلى الله عليه وسلم من خيبر كمسل عبالو من مواقعات ومن ناقض وردنا خيبر كمسل عبالو الهداية لدخولات والتي ديبو تم ودي بشهر سفر أو ربيع الأول سنة سبعة هجرية النبي صلى الله عليه وسلم هداية ولكن لو وفات لنايا سنة اثنين وأربعين هجرية على أربعة وكري أو أربعة واربعين لدبهل أعمل اللي توفيت عمره خمسين سنة حمسة سنة لأم المؤمنين كل تارفات هل لا يعد أم المؤمنين سفية بنت حيي بن أخطب لا رقم عشرات للعسر وهي بنت سيد بن النظير من بني إسرائيل من سلالة هارون عليه السلام سبعت في خيبر فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وعرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة سبعة هجرية وابتنى بها بسد السهباء على بعد اثناشر ميلا من خيبر في طريقه إلى المدينة توفي سنة خمسين هجرية وقيل اثنين وخمسين هجرية وقيل ستة وثلاثين ودفنت بالباقية إلا سفية بن تحيي بن أخطب من نمنابيت ومن نسباقات ومن نمنا وجهت نائب بن إسرائيل لعلوتهم من سلالة هارون عليه السلام نبي الله هارون ودبا معركات البطات ومن نسبه ومن نأري عطبحت وحقها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اختياريا وإسلام عرض دبا وقيمة إسلام رأيا وأسلامات والنبي صلى الله عليه وسلم هدايا حقه خيبر فتح سنة سبعة هجرية ومن تغطب السهباء لتبهل دبا بن أبا دبا تديبا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان إلا اثناشر ميل ريم من المدينة المنورة ومن خيبر دي طريق المدينة عند أنت وأعمل لتوفيتها أو سنة ثلاث وفيته لتاريخ سنة خمسين وفيت ولدبهل سنة اثنين وخمسين برضو توفيت أعمل لتوفيتها عمره ستة وثلاثين سلتة وثلاثين سنة علت وبقاء دفنت آخر حتي تقال له أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية ميمونة بنت الحارث الهلالية هي أخت أم الفضل بابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوجي العباس تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القاعدة سنة سبعة هجرية في عمرة القضاء بعد أن حل منها وبتنابها بصرف على بعد تسعة أميال من مكة فقد توفيت بصرف سنة واحد سنة واحد وستين هجرية وقيل ثلاثة وستين وقيل ثمانية وثلاثين وذفنت هناك ولا يدال موضع قبرها معروفا فهذه أحد عشر امرأة هن أمهات المؤمنين وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق واختلف في امرأة واحدة وهي راحانة بنت زي أنها كانت من أزواجه صلى الله عليه وسلم أو من سراريه وهي من بني النذير كانت عند رجل من بني قريذا فوقعت في قزوة بني قريذا في السبايا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فيقال أنه أعتقها وتزواجها في محرم سنة ستة هجرية فهي من أمهات المؤمنين ويقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتقها بل كانت تأتيه بملكة اليمين فهي من سراريه توفيت مرجعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوضاع فدفنها بالبقيع وكانت له صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء النسوة سرية واحدة وهي ماريا القبطية أهداها له المقوقص في جملة ما أهداها حينما رد على كتابه صلى الله عليه وسلم وكانت من بنات الملوك فخصها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وقد ولدت له إبراهيم وتوفي سنة ستة عشر ويقال في المحرم سنة خمستاشر هجرية ودفنت بالباقيعين اللي كله يببث النبي صلى الله عليه وسلم العلات لرقم هداعشر العلات هيني لأم المؤمنين بنت الحارس الهلالية النبي صلى الله عليه وسلم من عمرت عمرت القضاء من عقاب الهدايا وحرك مسأل عمرك إذا أنت واحد وستين قلت اثنين قلت أنت توفيت ومبله وما حتى تقول الأقتلفة إلا رايحانة بنت زيد من أموت علت ولا من أملك يمين بعلت ولا من نفس الأقتلفة فو لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفنية وإلا الباقيع وحتى من أملك اليمين علي أولو المالي القطية والإبراهيم والدت أولوت والأن سهد عشرة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة